بسم الله الرحمن الرحيم سبق أني تكلمت أنه المفروض أنك أنت تطلب ساعة أبل الجيل الرابع من أمريكا عشان تستفيد من ميزة تخطيط القلب وسويت عملية فتح الصندوق للساعة أبل الجيل الرابع التي طلبتها من أمريكا نسخة نايكي إديشن واليوم راح أتكلم عن ميزة تخطيط القلب بالتفصيل في البداية تدخل على تطبيق الصحة اللي موجود على آيفونك لازم تتأكد أنه يكون الآيفون والساعة محدثين إلى آخر إستار فرح تظهر لك هذه الرسالة واللي يطلب منك أنك تبدأ تعمل الإعدادات لميزة تخطيط القلب في ساعة أبل فتختار هنا سيتاب إيسي جي أبل الآن راح يطلب منك أنك تحدد العمر فلو كان عمرك أقل من 22 ما راح تشتغل معك هذه الميزة فلازم يكون عمرك أكثر من 22 الآن يشرح لك ويقول لك كيف طريقة عمل تخطيط القلب فتخطيط القلب هو لعمل أو لقياس النبضات الكهربائية الصادرة من القلب فساعة أبل قادرة على تشخيص مرض واحد فقط اللي هو الارتجاف الأذيني الأول أو بالإنجليز اسمه Atrial Fibrillation لكن الأمراض الثانية ساعة أبل مهي قادرة على أن تعمل لها تشخيص الآن نضغط على Continue فيقول أنت ممكن تشوف أحد هذه النتائج فلو طلع لك Sinus Rhythm معنى أنه تخطيط قلبك سليم لو طلع لك Atrial Fibrillation معنى أنه أنت عندك مشكلة الارتجاف الأذيني وممكن يظهر لك أنه لو كان نبضات قلبك أقل من 50 وأكثر من 120 ما راح تعطيك نتيجة صحيحة وأخيراً في حاجة اسمها Inconclusive بمعنى أنه أنت ما اتبعت التعليمات الصحيحة لقياس تخطيط القلب واللي راح تشوفها بعد شوي فهذه أربع نتائج أنت ممكن تشوفها بعد ما تعمل تخطيط القلب الآن نضغط على Continue أنا نعطيك تنبيه يقولك أنه ترى تخطيط القلب هذا ما راح يساعدك لو كان عندك مشكلة لا قدر الله نوبة قلبية أو لو كان مشكلة جلطات أو لو كانت عندك بعض المشاكل مثل ارتفاع الضغط أو ارتفاع الكوليسترون فالساعة غير قادرة على أنها تتعرف أو تشخص هذه الأمراض فلو كنت تحس أنك كنت منتها كويس الأفضل أنك كنت تتكلم الطوارئ فالآن يقولك افتح تطبيق القلب على ساعة أبل وحط ذراعك على الطاولة حيث أنها تكون ثابتة واضغط على العجلة الدائرية في الساعة فالآن نجي بعد الجوال ونسوي أول عملية تخطيط قلب بساعة أبل الجيل الرابع فالآن تضغط على الديجيتال كراون تروح لتطبيق الأي سي جي تفتح تطبيق الأي سي جي فالآن يقول تأكد أنه أنت ساعتك ثابتة على يدك حيث أنها تكون مشدودة على يدك وأيضا أنها تكون على طاولة فالآن وجرد أنك تضع أصبعك على الديجيتال كراون أو العجلة الدائرية فالآن خلال ثلاثين ثانية راح يعمل تخطيط القلب ورح يعطيك النتائج طبعا خلال هذه الثلاثين ثانية راح يعطيك أنه يقولك أنه مثلا المفروض أنه الساعة ما تحدد لو كانت عندك مشكلة نوبات قلبية اللي تكلمنا عنها قبل شوية فرح تعطيك بعض التلميحات خلال عملية القياس طبعا هذا هو القياس لي ادعو يا رب أن يطلع سليم فبعد ثلاثين ثانية راح يعطيك النتائج الآن أعطاني الحمد لله أنه أنا عندي سامس رذم معنى أنه تخطيط القلب سليم وما عندي أي مشاكل فالآن لو جيت نزل تحت لو كان في أعراض ممكن أنك تضيفها على أد سيمتم وأخيرا تقدر تضغط على دن عشان أنك أنت تقفل المرنامج في حاجة أخيرة لو حبيت أنك أنت تستخدم تخطيط القلب بشكل دائم فتقدر تروح لأي وجه من أوجه الساعة مثل هذا الوجه فتستمر بالضغط على الشاشة الآن تختار أي تعقيدات من اللي موجودة هنا فتقدر تضيف تخطيط القلب طبعا أنا ما أشتغل معي بشكل كويس يمكن عشان أنه عندي تحديث البيتا لكن في هذه الميزة وتوقع أنها راح تشتغل المستقبل بشكل ممتاز لو حبيت تشوف النتائج تدخل على تطبيق الصحة وتضغط على هارت الآن لو جيت نزل تحت فراح تحصل تخطيط القلب اللي أنت عملت فأنا عملت تخطيط القلب اليوم نقدر ندخل الآن على إي سي جي فراح يعطيني تخطيط القلب اللي أنا عملته فالآن لو جيت ضغط على الغراف هذا أو تخطيط القلب فراح أقدر أني أتصفحها أو أني أشوفها بأن يحرك صبع يمين أو يسار راح يعطيني نتيجة تخطيط القلب اللي هو ساينس ريفم فلو ضغط على حرق الآي راح يعطيني شرح أكبر عن النتيجة اللي أنا حصلت عليها من تخطيط القلب وأخيرا الميزة المهمة تقدر أنك أنت تحولها إلى ملف بي دي اف وترسله لدكتورك أو إلى أي أحد ثاني عساس أنه يقرأ ويعلمك بالنتائج ولو جيت نزل تحت راح يعطيك معلومات متى أنت عملت الفحص أو متى عملت تخطيط القلب وعن طريق أي جهات فمكتوب ساعة أبل الميزة المهمة أنه تقدر تحذف حتى تخطيط الاشي جي ليش هذه الميزة مهمة؟ لأني أنا أنصحكم أنكم تعملون تخطيط قلب لآبائكم وأمهاتكم وخصوصا كبار السن وتسجلونها عندكم في الجوالي ممكن ما هي مهمة للشباب لكن الناس اللي كبار السن أتوقع أنه مهمة لهم فتقدر تسجل وتتابع حالة قلبهم عن طريق ميزة تخطيط القلب في ساعة أبل نقطة آخيرة لو دخلت على تطبيق الساعة راح تحصل حاجة اسمها هارت فلو جيد دخلت عليها الآن في هذا الخيار اللي هو هارت ريت نوتيفيكيشن اللي هو إرغولار ريثم يعني لو كان نبضات قلب أو لو كان تخطيط القلب مهو بسريب فعل هذا الخيار بحيث أنه لو كانت الساعة لاحظت أنه في عندك اللي هو الرجفة ستعطيك تنبيه بالإضافة إلى هذا فإنه حتى راح تعطيك تنبيه لو كانت نبضات قلبك أعلى 150 وأقل من 40 وتقدر تغيرها بحيث أنه لو ارتبعت نبضات قلبك وانت مرتاح أو انت ما تتحرك راح تعطيك تنبيه وهذه أنقذت حياة ناس كثير الحاجة اللي أنا بس أحب أوضحها أنه لو كنت برضه من الشباب يعني المفروض أنه تكون تقلل اللي هو أقل نبضات قلب إلى أقل من 20 لأنه خلال النوم ممكن تنقص نبضات القلب وبدال الساعة ما تزاجك كل شوي الأفضل أنك أنت تقللها طبعا الأفضل أنك أنت تسأل الدكتور ولأنه كل هذه معلومات طبية في دكتور اسمه نعيم الشيبي راح أطلكم رابط مقطعة في وصف الفيديو تحت شرح بالتفصيل من ناحية طبية وش الأشياء اللي تقدمها الساعة قبل وميزة تخطيط القلب وشرح أيضا هذه الميزة اللي هي ميزة التنبيه إذا ارتبعت نبضات القلب أو قلت عن عدد معين فأنا أنصحكم تشوفونا لأنه أنا ما حبفتي فيه أشياء طبية أنا لن متقصص فيها وفيه دكات أو استشاريين هم اللي مفروض يعطون رأيهم لكن الدكتور نعيم الشيبي في المقطع اللي تحت شرح بالكامل ميزة تخطيط القلب في ساعة أبل هذا استعراب بالتفصيل ما ودي أقول الممل لكن استعرابتها بالتفصيل بكل مميزاتها اللي هي ميزة تخطيط القلب أتمنى يكون الشرحة عجبكم لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوه تحت في خانة التعليقات أو اسألوني على حسابي في السناء والحاجة الأخيرة اللي أنا حاب أني أنا أوضحها أنه في عندي ساعتي القديمة واللي حاب أني أهديها لأحد المتابعين على قناتي في اليوتيوب فبإذن الله يوم الأحد القادم راح أعمل سحب لكل الناس اللي كتبوا تعليق على هذا الفيديو فلو حاب منك أنت تدخل بالسحب على ساعة أبل الجيل الثاني اللي أنا كنت أستخدمها سابقا راح أرسلها لك سواء كنت في المملكة أو خارج المملكة راح توصلك وهذا هدية بسيطة مني الناس اللي تابعوني بمناسبة وصولي إلى 18 ألف مشترك على قناتي في اليوتيوب في النهاية اكتبوا تعليقكم عشان تدخلون في السحب ولو كان عندكم أي سؤال واستفسار سألوني على السناب أعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم